اشتركوا في القناة وعند ذات المعبار في اللقاءات السابقة جميعها أصرت لجنة التفاوض على مبادئ وركائز أساسية تعتبرها مقدمات لانطلاق أي عملية تفاوضية وركائز لا يمكن انطلاق أي عملية تفاوضية بدونها ركزت اللجنة بداية على بند وقف إطلاق النار لاستكمال العملية التفاوضية كما ركزت على بنود هامة ورئيسية أيضا من بينها بند المعتقلين وفتح المعابر الإنسانية باتجاه المنطقة وهو ما طل فيها الروس خلال جميع اللقاءات التفاوضية السابقة وخلال الفترة السابقة ركز الروس على الحرب النفسية والحرب الدعائية والإعلامية تجاه المنطقة وبالتالي كان هناك حاجة لعقد لقاء تفاوض جديد الآن وفي هذه الخيمة هناك وفد عسكري يمثل الثوار من ضباط عسكريين موجودين في المنطقة ضباط منشقين عن نظام الأسد هم من يقومون بهذه الجولة التفاوضية والآن نحن بانتظار مخرجات هذا الاتفاق وستصدر هيئة التفاوض طبعا بعد قليل بيانات توضح فيه ما جرى خلال الاجتماع الذي يجري الآن في هذه اللحظات هنا على معبر بلدة الدار الكبيرة أنوار أبو الوليد للوريانت نيوز ريف حمص